طفلان من غجر الروم أعادتهم السلطات الأيرلندية إلى عائلتهما بعد احتجازهما على خلفية شكوك بشأن هويتهما وذلك مثل ما حدث مع قضية ما بات يعرف بالطفلة الملاك شقراء أثناء وقد أثبتت فحوص الحمض النووي الخاص بالطفلين علاقتهم البيولوجية بعائلتهما وكانت السلطات الأيرلندية سحبت الطفلين من ضاحية دابلين ومن وسط أيرلندا لأن كل منهما يختلف جسمانيا عن إخوته وأبويه وانفجرت هذه القضية في وقت اتهم زوجان من الغجر في اليونان بخطف طفلة يقول الزوجان إنهما تبنياها من أم بلغارية وتسعى السلطات اليونانية بدعم من الشرطة الدولية إلى تحديد الهوية الحقيقية للفتاة وإذا كانت ضاحية للاتجار بالبشر أم لا